أهلا بحضراتكم من جديد يمكن عندي في فقرة تريند تريند مجموعة من الأخبار والمعلومات المهمة جدا ولكن الخبر الرئيسي النهاردة بالتأكيد اللي تتصدرت به صفحات السوشيال ميديا خبر متعلق بكأس العالم ولكن هنا من جمهورية مصر العربية مجلس الوزراء يعتمد إجراء تسهيلات لتأشيرة الدخول إلى مصر لمشجعي كأس العالم تفاصيل الخبر بتقول أعلن مجلس الوزراء اعتمد إجراء تسهيلات لتأشيرة الدخول إلى مصر لحامل بطاقة المشجع هيا الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر جاء ذلك ضمن نتائج الاجتماع رقم 217 لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم الأربعاء اعتمد مجلس الوزراء تسهيلات تأشيرة الدخول إلى مصر لحامل بطاقة المشجع هيا الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر وذلك أصوة بما تم خلال فترة استناف الحرقة السياحية أثناء جائحة كورونا من تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين للمقاصة السياحية المصرية ويأتي ذلك في إطار استفادة مصر من هذا الحدث للترويغ للسياحة المصرية وفي هذا الصدد قامت وزارة السياحة والأثار بعدد من الإجراءات من ضمنها التعميم للمنشآت الفندقية بالغرداء وشرم الشيخ لتقديم نسبة خصم على أسعار الإقامة المعلنة أولاين لمشجعي كأس العالم لهم حاملي بطاقة مشجعية بالإضافة إلى بعض الإجراءات التنسيقية التي ما زالت تقائمة سواء من حص التنسيق بين وزارة الطيران المدني وشركة تاير أكايرو ومصر للطيران وشركات الطيران العاملة بمنطقة الخليج العربي أو توفير كافة أوجه المسندة في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة بما يسمح لهم بزيادة الطاقة الجوية الناقلة وعدد الرحلات المشغلة من الدول العربية المجورة إلى مصر إذن مصر تنضم إلى الدول التي تعتمد على تأشيرة أو اعتماد بطاقة هيا كتأشيرة دخول إلى أراضيها وده تم بالتأكيد في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى مصر عشان تكون منطقة الشرق الأوسط بالتأكيد مظهر سياحي لكل الوافدين للحضور لكأس العالم في الدوحة لتنطلق إن شاء الله هذه البطولة يوم الأحد القادم ولقاء الافتتاح ما بين قطر والإكوادور وكل التوفية رب للمنتخبات العربية في كأس العالم